أدوارد سنودن كاشف أكبر فضيحة تجسسية في التاريخ استطاع من خلال الوثائق التي سربها عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن يتحول إلى أبرز شخصيات العالم لعام 2013 خرج سنودن إلى العالم ليكشف أن غالبية حكومات العالم تعاونت فيما بينها في نظام عالمي للمراقبة بغية رصد كل أفعال مواطنيها أبرز الوثائق التي سربها سنودن تتعلق بقضية التنصت على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل من داخل السفارة الأمريكية في برلين وتخزين مليارات من بيانات الهواتف وسحب كميات هائلة من البيانات على الإنترنت وتجسس الوكالة على المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك إضافة إلى تجسس أمريكا على هواتف زعماء 35 دولة حملات كثيرة خرجت في واشنطن ودول العالم مؤيدة سنودن وهو قالها بوضوح أنه لم يرد تغيير المجتمع بل أراد منح المجتمع العالمي فرصة ليحدد ما إذا كان يريد تغيير نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر